دولة الإمارات ربما من يلاحظ تحركاتها تنبع دائما من المصلحة القومية العربية اليوم ربما البعض حقيقة كان يعني ينظر لماذا كانت الإمارات تدعم مصر في ذلك الوقت كيف كانت الإمارات واقفة بكل ما تملك من أجل صمود مصر وعدم التأثر من تلك الأزمة حقيقة والحمد لله أن مصر خرجت والدول الأخرى خرجت لذلك كان في ذلك الوقت وفي تلك اللحظة التي كان فيها الغبار وكان فيها الضباب وكان فيها الرؤية غير واضحة أنا أعتقد قيادة دوت المارات وقيادة بعض الدول كانت واضحة لديهم الرؤية بالضبط كانت الرؤية واضحة وبالتالي كانت القرارات واضحة وأنا أتذكر في ذلك الوقت كانت قيادة دوت المارات تتكلم مع دول العالم بكل وضوح وبكل صدق أن ما يحدث هذا خطر على المنطقة ربما البعض كان يعتقد أن الإمارات تبالغ وأنها لا تريد التغيير وما شابه ذلك لكن اليوم أنا أعتقد بعد ستة وسبع سنوات من ما يسمى بالربيع العربي أعتقد نحن في وضع صعب جدا لذلك الإمارات في ذلك الوقت تحملت المسؤولية مع شقيقاتها مع مصر مع المملكة العربية السعودية وواجهت الملفات الخطيرة في المنطقة ملف اليمن ملف ما يحدث من إرهاب حقيقة